اعتبرت الأمم المتحدة أن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني بقطع غزة لا تحتمل مطالبة إسرائيل بزيادة التنسيق الفعال مع منظمة الإغاثة وتسهيل إيصال المساعدات للقطع وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريكا قال إن العمليات الإنسانية كانت في مرمى نيران بغزة على نحو متكرر وأن المخاطر أصبحت غير محتملة بشكل متزايد كان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو بوتيريش قد أعلن الأسبوع الماضي أن هناك نعداما تاما للأمن في غزة مما يعوق عمليات الإغاثة بينما تلوح المجاعة في الأفق